الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 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 ويش داي يريد مني بالسؤال داي يقول لي أريد منك dy على dx لو كان السؤال y تساوي مثلا 3x تربيع زائد 5 راح تقول لي dy على dx تساوي 6x وكان الله يحب المحسيني زيب لو كان السؤال بالصورة التالية y تساوي 4x زائد 3 ودي يريد مني dy على dx راح أقول لي dy على dx تساوي 4 وكان الله يحب المحسينين يعني دائما المشتقة أولادي دائما اسمها شنو المشتقة هو d لإسم المتغير اليسار على d لإسم المتغير اليمين دائما يعني مو دائما المشتقة هي dy على dx خليها بالك هذه المعلومة كل الأسئلة اللي أخذناها بالمحاضرات العشرة السبقة كانت y بدلالة x لذلك من شنة أقول y فتحة هاي ال y فتحة شاقصد بيها أقصد بيها dy على dx بهيش نوع من الأسئلة ممنوع أقول y فتحة ممنوع إذن دائما اسم المشتقة يكون d لإسم المتغير اليسار على d لإسم المتغير اليمين يعني هادي من أريد أشتقها شرح أقول هنا رح أقول dy على d زيان هادي من أريد أشتقها شرح أقول هنا رح أقول d n على dx ورح أجي أطبق كل قواعد الاشتقاق اللي أخذناها سابقا إذن شنو مشتقة ثلاثة أن تربيع هذا 6 n و مشتقة الخمسة صفر شنو مشتقة الأربعة أكس هو أربعة زيان هو ما ديريد مني dy على d n ولا ديريد مني dn على d x هو ديريد مني dy على d x زيان شلو نعرف أني رح أستخدم هذا القانون أريدك تباوع على اسم المشتقة أباوع على اسم المشتقة بالحالتين من هو الحرف المشترك ببياناتهم الحرف المشترك من هو هو ال n زيان شوف لي ال dn وين موجود إذا كان ال dn واحد بسط وواحد مقام إذن هنا رح أستخدم سلسلة الضرب حتى أجي أستخرج dy على dx إذن شرح أقولي هنا رح يصير dy على dx تساوي شوف هنا البسط من هو مو y إذن رح أبدي بال y إذن رح يصير عندي dy على dn في شنوه في dn على dx هسه شرح أسوي رح أعوض مكان dy على dn بما يساويها اللي هو 6n وأعوض مكان dn على dx بما يساويها اللي هو أربعة إذن شرح يصير عندي رح يصير 24n ولكن أريد أطيك ملاحظة كلش مهمة من أستخدم قاعدة السلسلة لسلسلة الضرب لازم يكون الناتج النهائي بدلالة متغير المقام إذن لازم يكون بدلالة x لازم يكون الناتج النهائي ما يصير بدلالة n لازم يكون الناتج النهائي بدلالة متغير المقام للمطلب الأصلي زين أنا أريد أبدلالة x وهو طلع عندي بدلالة n شا سوي ترجع للسؤال الأصلي رح تستبدل الـ n بمن بالأربعة x زائد ثلاثة إذن أقول ويساوي 24 في أربعة x زائد ثلاثة انتهى حل هذا السؤال رح تقول لي السؤال يحل بطريق آخر إيه أقول لك يحل بطريق آخر يجي طالب يقول أنا على الرغم من أعرف أستخدم السلسلة ولكن أريد أحل بطريق آخر شا قولي هنا شوفوا الطريق الثاني رح تقول بما أن y تساوي 3n تربيع زائد خمسة وكان الـ n تساوي 4x زائد ثلاثة رح أجي أعوض مكان هذه الآن شنوه 4x زائد ثلاثة يعني رح يصير ويساوي باوعني هنا 3 قوس ومكان الآن من هو هو 4x زائد ثلاثة التربيع رح تنزل والخمسة رح تنزل زائد هسه صارت دالة اعتيادية مثل اللي أخذناها بالمحاضرات العشرة السابقة مشتقة الثابت في دالة شوف ما طول عندك صار عندك الطرف الأيسر y والطرف الأيمن x إذن مباشرة المشتقش رح يصير هنا رح يصير dy على dx تساوي مشتقة الثابت في دالة تساوي شنوه؟ الثابت في مشتقة الدالة اثنيا في ثلاثة رح يصير عندي ستة 4x زائد ثلاثة أطرح من الأس واحد يبقى واحد في مشتقة داخل القوس أربعة ومشتقة الخمسة صفر أربعة في ستة إذن رح يصير عندي 24 في 4x زائد ثلاثة لو تجي تباوع هذا الجواب يساوي هذا الجواب إذن بالامتحان إذا قتلك جدد dy على dx وكان دالتين بهذه الصورة أنت مخير بين طريقتين تريد تستخدم قاعدة السلسلة تريد هنا تستخدم التوحيد بدلالة x ومن ثم الاشتقاق حسب القواعد السبعة وكل الطرق تؤدي إلى المية نستمر وياكم وسلسلة القسمة شكراكم الله القانون الثاني أولادي إذن قبل شوية كان هنا عندنا القانون الأول هسا هنا القانون الثاني إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند n وكانت y بدلالة n نفس البداية ولكن g قابلة للاشتقاق هم عند n وكانت x بدلالة n دا يريد مني dy على dx هذه المشتقاقة ما لا تشرح الصير رح أصير dy على dn زيان هذه المشتقاقة ما لا تشرح الصير رح أصير dx على dn هسا إذا أخلي بياناتهم ضرب ما أقدر أمن لاختصار فرح أخلي بياناتهم قسمة حتى أحصل dy على dx كأنه هنا من أقلب القسمة إلى ضرب هادش رح يصير هنا dn على dx ال dn ويا dn تختصار إذن تبقى عندي dy على dx فالسلسلة الثانية إذن السلسلة بيها نوعيا أكو سلسلة الضرب وأكو سلسلة القسمة أجي أباوع إذا عندي هنا dy على dn وهنا عندي dn على dx والحالة الأخرى dy على dn وهنا عندي dx على dn زيان بالحالتين أنا إجداري بالحالتين أريد dy على dx والسلسلة بيها نوعين اكو سلسلة الضرب اكو سلسلة القسمة اذا كان المتغير المشترك واحد بسط واحد مقام اذا اخلي بيناتهم ضرب اذا كان المتغير المشترك اثنينة ثم مقام اذا اخلي بيناتهم قسمة اذا هذا هو ملخص قاعدة السلسلة السلسلة نوعيا اما سلسلة الضرب او سلسلة القسمة فاجي اشتقاني واجي اشوف ناتج المشتقة هو تابع للاحتمال الأول أو للاحتمال الثاني إذا كان تابع للاحتمال الأول فيكون ببيناتهم ضرب وإذا كان تابع للاحتمال الثاني فيكون ببيناتهم قسمة إذن خلي أباوع السؤال الثاني وأشوف هذه السلسلة الضرب أو سلسلة القسمة إذن DY على من هو DY على DN تساوي 5 زين بعد دي اكس على دي ان شي ساوي اي ساوي ثلاثة زيان هو ايش ديريد مني ديريد مني دي واي على دي اكس زيان منه اسم المتغير البل بسطة واي اذا هنا رح اخلي دي واي على دي ان ورح اخلي بصفة دي اكس على دي ان زيان اريد اعرف انا رح اختار ضرب له قسمه اجي اباوع المتغير المشترك اذا واحد بسطة واحد مقام اخلي بيناتهم ضرب اذا اثنين عتم مقام رح اخلي بيناتهم قسمه اذا دي واي على دي انش طلع عندي طلع عندي خمسة والقسمة هي هذه القسمة ودي اكس على دي ان طلع عندي ثلاثة زيان هو دا يقول لي بالسؤال جد دي واي على دي اكس عندما ان تساوي واحد اذا اش رح اقول لي هنا رح اقول عندما ان تساوي واحد اش رح يكون رح يكون دي واي على دي اكس ايضا رح تساوي خمسة على ثلاثة ليش لان ما عندي ان هذه لو كان بيها بدلالة ان لو كان هنا مثلا خمسة ان تربيع هنا ثلاثة ان تكعيب زائد سبعة هنا رح اعوض بمكان الان واحد حتى استخرج دي واي على دي اكس اذا الملاحظة المهمة جدا وسرح احطيك مثال ثالث الملاحظة المهمة جدا اذا ردت استخدم قاعدة الضرب هي شنو قاعدة الضرب قاعدة الضرب دي واي على دي اكس تساوي شنو دي واي على دي ان في دي ان على دي اكس اذا انا عندي هنا قانونيا بموضوعي هنا سلسلة الضرب وسلسلة القسمة اذا ردت استخدم سلسلة الضرب يجب ان يكون الناتج النهائي بدلالة متغير المقام او ربما يكون ثابت خلي يكون ثابت واذا ردت استخدم قاعدة القسمة يجب ركز ويايا يجب ان يكون الناتج النهائي بدلالة المتغير الغريب المتغير الثالث اللي هو ان او يكون ثابت بالحالتين ممكن يكون ثابت انا بالحالتين داري دي احسب دي واي على دي اكس من هو الاسم الثالث مالتهم هو الان اذا استخدم قاعدة الضرب يكون الناتج بدلالة متغير المقام اللي هو اكس او يكون ثابتا واذا ردت استخدم قاعدة القسمة يجب ان يكون الناتج النهائي بدلالة المتغير الثالث اللي هو ان او يكون ثابتا وخلي نشوف المثال الرابع من امثلة الكتاب واريد بس تباوح السؤال تقول لي هذا هو قاعدة الضرب او قاعدة القسمة شنو قاعدة الضرب خلي اعيدها مرة ثانية دي واي على دي اكس هذا شي ساوي اريدك تردلي اياها دي واي على شنو دي واي على دي ان في دي ان على دي اكس اذا اسأاني عندي قانونيا من خلال السؤال المعطى يا قانون رح اجي استخدم ركزوا ايايا دي يقول لي الواي تساوي ان تربيع زائد ثلاثة ان زائد اثنيا ودي يقول لي ان تساوي اثنيا اكس زائد واحد ودي يقول لي جد دي واي على دي اكس عندما شنو عندما اكس تساوي اثنين شا سوي الساولادي رح اجي احسب دي واي على دي ان واجي احسب دي ان على دي اكس بالبداية رح اقول دي واي على دي ان تساوي شن المشتقة مالته اثنيا ان زائد ثلاثة ومشتقة الثنية الصفر زائد وبعدين ايش رح اقول هنا رح يصير دي ان على دي اكس تساوي اثنيا زائد هوش دا يريد مني دا يريد مني دي واي على دي اكس زائد بمن ابدي بهادي لو بهادي ابدي ام الواي اذا هنا رح اقول دي واي على دي ان اترك فراغ صغير هنا دي ان على دي اكس هس من خلال هذا الحتي رح اقرر هل القانون يمثل سلسلة الضرب لو سلسلة القسمة المتغير المشترك المتغير الثالث اذا كان واحد بسط واحد مقام هو سلسلة الضرب واذا كان اثنيناتهم مقام رح يكون سلسلة القسمة هسه ش رح اصوي اقول ويساوي الدي واي على دي ان من وي هو اثنيا ان زائد ثلاثة الدي ان على دي اكس من وي هو اثنيا يعني ش رح يصير عندي رح يصير اربعة ان زائد ستة انتهي حل السؤال لا ما انتهي حل السؤال ما طول دا يريد مني دي واي على دي اكس بقاعدة الضرب لازم يكون الناتج النهائي بدلالة متغير المقام اللي هو اكس رح اجي اعوض مكان الان شنوه اثنيا اكس زائد واحد اذا رح يصير اربعة في اثنيا اكس زائد واحد زائد ستة اذا اريد ابسط رح يصير ثمانية اكس زائد اربعة زائد ستة اذا اريد ابسط بعد اذا رح يصير دي واي على دي اكس اش رح يساوي رح يصير ثمانية اكس زائد عشرة هل الجواب انتهي لحد الان من عشرة رح تاخد تسعة او ثمانية حتى تاخد عشرة من عشرة دا يريد من عندك عند اكس تساوي اثنيا اذا اش رح يقول لهنا عندما اكس تساوي اثنيا اذا معناها رح يكون دي واي على دي اكس رح يصير ستة عشرة ويساوي ستة وعشرين اذا انتهى حل هذا السؤال مستمرين وياكم اعزائي الطلبة عزائي لكي ننهي المحاضرة رقم داعش اريد اذكرك بمعلومة ماخذة بالثالث متوسط ونربط هوية اللي نحتاجها بالخامس العلمي اذا عندك الاف اوف اكس مثلا تساوي اكس تربيع وكانت جي اوف اكس تساوي اثنيا اكس زائد واحد السؤال ممكن يجيني يقول لك جد اف تركيب جي فتحة لل اكس واحتمال ما يقول لك لل اكس يقول لك للثنين زائد مراحل الحل هي ثلاثة المرحلة الاولى ايش رح اسوي هنا رح اجي استخرج اف تركيب جي لل اكس زائد المرحلة الثانية رح اجي احسب اف تركيب جي فتحة لل اكس اللي هو المشتقق والمرحلة الثالثة اولادي بالمشتقى رح اعوض بمكان الاكس واحد اذا هنا رح اقول اف تركيب جي فتحة لل واحد اذا هذه ثلاث مراحل بالحل المرحلة الاولى هي الثالث متوسط المرحلة الثانية والثارثة هي عبارة عن خامس علمي اف تركيب جي لل اكس هذه شنو معناها معناها صورة الجي اوف اكس تحت تأثير الدالة اف من هو الجي اوف اكس اذا رح يصير عندي اف للاثنين اكس زائد واحد فاذا كانت صورة الاكس هي اكس تربيع اذا كانت صورة الام هي ام تربيع اذا كانت صورة الاربعة هي اربعة تربيع فما هي صورة القوس فرح تقول لي صورة القوس هو قوس تربيع اذا اش رح يصير عندي هسه رح يصير اثنيا اكس زائد واحد الكل تربيع اذا المرحلة الاولى الخاصة بالثالث متوسط انتهت المرحلة الثانية اشتقاق اعتيادي حسب القاعدة السابعة القوة رح تنزل بالقوس نفسه اطرح من القوس واحد يبقى واحد في مشتقد داخل القوس اللي هو اثنيا اثنيا في اثنيا اذا رح يصير عندي اربعة في اثنيا اكس زائد واحد فكيفك تريد الاربعة تدخل على القوس تريد تبقى بره المهم اذا قل لك للأكس انتهى حل هذا السؤال اذا قل لك للواحد رح اعوض بمكان الاكس واحد اذا اربعة في اثنيا زائد واحد اربعة في ثلاثة اذا هذا يساوي اثنى اثن انتهى حل هذا السؤال وانتهت المحاضرة رقم دعش وانتظروني في المحاضرة رقم اثنى عش ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحفظه